اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة والنهاردة معنا خبر محزن جدا خبر يمكن يكون صدمة لعشاء ومحبين شركة واوي والناس اللي بتستخدم اجهزة واوي وهو ان شركة جوجل نزلت تصريح من يومين بتقول فيه ان هي هتحذر او هتمنع شركة واوي من الدعم هتمنع عنها الدعم ودي مشكلة بس قبل ما ابدأ معكم واقول لكم القصة دي جات ازاي او ايه اللي حصل ما بين واوي ما بين جوجل او ايه اللي حصل عامة ما بين واوي وبين امريكا يخلي الوضع يوصل لكده خلينا اقول لكم ان الموضوع ده كله ملوش اي علاقة باجهزة واوي الموجودة في السوق حاليا يعني لو بتفكر انك تجيب جهاز جديد او معك جهاز واوي جديد ما فيش اي مشكلة بالنسبة لك استمتع بالجهاز وما تفكرش انك تغير الجهاز وما تفكرش انك تبيع الجهاز لان اصلا الموضوع ملوش اي علاقة بالاجهزة الموجودة حاليا. الاجهزة دي ان شركة نزلت خبر انبارح وقالت ان هي تدعم الاجهزة دي وهتنزل لها تحديثات جديدة. يعني محدش يقلق ومحدش يتوتر ومحدش يخاف ويقول لا انا ابيعي الجهاز بتاعي بارخص الاسعار ومحدش يصدق الاخبار الكاذبة اللي بتقول لك ان الاجهزة مش هجيب فلوس بعد كده. لا الاجهزة دي مالاش اي علاقة بالخبر اللي اتاخد. الخبر ده بالنسبة للاجهزة الجديدة اللي لسه جاية في المستقبل ان شاء الله. تعالوا بقى نسمع القصة الكاملة ما بين شركة واوي وما بين امريكا مش ما بين شركة جوجل. هي اصلا الواضع من الاول كان ما بين واوي وبين امريكا نفسها. ما كانش اللي هي علاقة بشركة جوجل. طيب. في الاول كده شركة واوي اه كلنا عارفين ان هي شركة موبايلات وبتعمل موبايلات وبتعمل نوت بوك وبتعمل لاب توب والمفروض ان هي شركة عالمية ومعروفة وشركة عريقة وشركة من اكتر الشركات اللي بتعمل احد reactive التقنيات التكنولوجية الوقتي وهي اكتر شركة بباعتها زادت خلال ايام اللي فاتت دي. اللي احنا ما نعرفهش عن شركة ووي او اللي انت ما تعرفهش عن شركة ووي ان هو ان هي شركة تعمل اي الشبكات واجهزة وان شركة ووي في الفترة في الفترات الاخيرة دي اللي كانت مسيطرة في المجال دون وكانت امريكا اعتمادها الكل على شركة جاءت امريكا في الفترة اللي فاتت دي كلها من اول الARI sprayed واتناشر كده وبدأت ان يما فيه ناس في امريكا هناك ممثله بدأت ان هما يعملوا افلام وثائقية بيتخيلوا فيها ان شركة واوي او ان الحكومة الصينية عامة بتاخد شركة واوي كالسطار لها عشان تبدأ تتجسس على الحكومة الامريكية. وبدأوا يعملوا افلام وثائقية. بيتخيلوا فيها ان هما بيجيبوا اجهزة من الصين وبيجوا يستخداموها. فالاجهزة دي هي نعم بتنقل معلوماتهم ويتوصلها هنكل للحكومة الصينية. فطبعا الحكومة الامريكية رفعت قضية على شركة واوي من فترة. وقالت فيها ان هم بيتجسسوا او ان الحكومة الصينية بتستخدم شركة واوي عشان تتجسس عليهم. المصراحة انا مش مقتنع بالكلام ده. لان مش هتيجي شركة زي واوي شركة كبيرة وشركة عريكة وشركة مهمة زي دي في عالم الموبايلات. وشركة اصبحت الوقت من اقوى المنافسين. هتروح تعمل اجهزة عشان خطرة تتجسس على امريكا. الموضوع مش مقنع خلص. وفضلت الموضوع على كده هنا يحصل قضية هنا يحصل قضية بس في الفترة دي كانت شركة واوي اعلنهم على ان هم بيشتغلوا على نظام تشغيل جديد للتليفونات ولللبات والاجهزة بتاعتهم بحيس ان هم لو حصل لقدر الله مشكلة واتمنعهم ان هم يبيعوا في امريكا او حصل اي حاجة او اتمنع ان اي شركة امريكية التعاون معهم يبدأهم ان هم يستخدموا الحاجة دي في الوقت المناسب. طبعا انا ما اعرفش اي اخبار عن موضوع بتاع واوي اللي هم بيشتغل عليهم. ما اعرفش ده هيبقى عبارة عن ايه او النظام بتاعه. ما اعرفش ايه اللي هيتم بالزبط. مس كل اللي انا اعرفه الرئيس الامريكي من يومين اخد قرار بمنع اي شركة امريكية من التعامل مع الشركات الصينية. طبعا المقصود بالشركات الصينية هنا وهي شركة واوي. بعدها بكم ساعة طلقت شركة جوجل واكدت نفس الكلام وقالت ان هم منعهم شركة من الدعم. طبعا الناس اللي معها جهزة كلها خافت وقال لك احنا الاجهزة بتاعتنا كده هتترمع والكلام ده كله. الكلام كله ملوش اي علاقة بالاجهزة دي. بس هنا حتى لو احنا بنقول ان هي بتطور نظام تشغيل عشان تخش بمكان الاندرويد اللي جان جاي من جوجل فهنا في مشكلة. في شركة كانت اكبر من شركة كانت شركة وقت اما جات عملت الموبايلات اللي هي الويندوز فون مع الوقت الشركة دي مقدرتش تستمر ومقدرتش تغفر البرامج اللي في النظام عشان الناس تستخدمها وبالفعل الشركة فشلت وبدأت ان هي تبيع الشركة بتاعتها وتخسر. طبعا شركة زي مايكروسوفت كلنا عارفين انه مايكروسوفت من اكبر شركة برامجيات في العالم. فالانا هنا بقوله ان حتى لو شركة واوي عاملة نظام جديد عشان تبادل بين نظام الاندرويد فانا هنا بقول ان بنسبة تسعة وتسعين في المية وبنسبة تمانية وتسعين في المية انا شايف ان ده ممكن يكون خطورة كبيرة على واوي وشايف ان ده انهيار كبير جاي لها. لان اسكنت شركة زي مايكروسوفت ما قدرتش ان هي توقف وتعمل نظام وما قدرتش تستبدل او تخش تنافس مع الاندرويد والاي او اس. طيب عايزين نعرف بقى تأثير الموضوع ده ايه? على شركة واوي يعني ايه اللي هيتم بقى بالزبط? اللي هيتم ان شركة واوي هتستخدم الاندرويد عادي جدا. يعني هو الاندرويد ده انظام مفتوح المصدر ما فيوش اي مشكلة. شركة واوي هتستخدمها. بس البرامج او الخدمات بتاعة جوجل ممنوع استخدامها. يعني شركة واوي اول حاجة هتستخدم الاندرويد عادي. خام. ده الاندرويد الطبيعي. هتاخده والتعدل عليه وتنزله على تليفونتها. بس في حاجتين هنا بقى مشكلة بالنسبة للمستخدمين اللي في العالم عمتا ما ليش دعوه المستخدمين الصين. المستخدمين بتاع العالم هيبقى عندهم مشكلتين. اول مشكلة وان التحديثات الامان بتاعة جوجل اللي بتيجي كل شهر عشان تحدس النظام وتأمن النظام دي معديدش هتيجي تاني. ده رقم واحد. رقم اتنين خدمات جوجل كلها بالنسبة للجيميل وبالنسبة لليوتيوب وبالنسبة لجميع انواع خدمات جوجل دي كمان مش هتنزل مع النظام وهيبقى عبارة عن نظام اندرويد مفوش الكلام ده كله. وطبعا بالنسبة للمستخدمين حولين العالم كلنا معتمدين على خدمات جوجل وبنستخدم خدامات جوجل يوميا ودي بالنسبة انها تبقى مشكلة. اما هي مش مشكلة بالنسبة للمستخدمين الصين لان الصين يعتبر دولة منعزل عن العالم لوحدة وبتستخدم حاجات وعملين بدايل وعملين بدايل للفيسبوك وعملين بدايل وبيستخدموا حاجات كتير بديلة لها فمش هتفرق معهم الموضوع ده. فاتمنى ان المشكلة اللي ما بين واوي وبين امريكا عمتا تتحل لو المشكلة دي تحلت المشكلة ما بين ما بين جوجل وما بين الواوي هتتحل. فانا مش عارف بصراحة ومين فيهم الغلطان والله اعلم يا شركة فعلا ان الحكومة الصينية بتستخدمها عشان تدجسس بها ولا لا والله اعلم امريكا عملت كده ليه بس ممكن يكون امريكا عملت كده بسبب ان شركة الاسهم بتاعتها ارتفعت كتير جدا الايام اللي فاتت وبقت تاني شركة على العالم في المباعات بعد شركة سامسونج وبتهدد حاليا كمان يعني المفروض ان ايها عدت في المباعات شركة قبل والمفروض ان ايها الوقت بقت بتهدد كمان شركة سامسونج هتبقى الاولى على العالم فممكن يكون الموضوع بسبب كده الله اعلم لسه مفيش اي اخبار بس اخر خبر اسناء التسجيل قبل ما سجل الفيديو ده كان فيه خبر نازل وبيقول ان العقوبة اللي اتحطت على الواوي من جوجل مش هتتطبق غير يوم تسعتاشر تمانية يعني لسه من هنا لحد يوم تسعتاشر تمانية هتبدأ العقوبة الجديدة اللي هي الموضوع بتاع منع الدعم ده مش هتطبق غير يوم تسعتاشر فمن هنا لحد يوم تسعتاشر لو في اي تطورات جديدة هوافقكم بيها وان شاء الله المشكلة دي تتحل وان شاء الله شركة واوي تخرج من المشكلة دي لان انا في صراحة واحد من هنا اسمعيني مش مش مستخدم ما بيستخدمش اجهزة واوي وما بحبش بتاع واوي اللي هو الواجهة بتاعتهم اللي بتتحطي على الاندرويد بس ده ما يمنعش ان شركة واوي هي من اقوى الشركات حاليا اللي بتعمل موبايلات ومن اقوى الشركات اللي بتقدم اجهزة اجهزة موبايلات في الفئة العليا قوية جدا يعني احنا ما كناش شفنا حاجة قبل كده بقوة تليفون زي تليفون بيعمل خمسين اكس زون فمزنش ان احنا هنلاقي حاجة زي كده وانا من وجهة نظري الشخصية ان شركة واوي حرام شركة زي ان ما تبقاش موجودة في السوق لان انا حابب المنافسة وحابب ان شركة دي تبقى موجودة عشان يبقى في دايما منافسة والشركات الكبيرة اللي هي بتبيع باسعار غالية لما شركة واوي يكون موجودة ينزلوا في اسعارهم شوية لان شركة واوي دايما بتضرب السعب فتمنى ان الموضوع ده وانا يتحل قريب وبكرر تاني بالنسبة للناس اللي معاها تليفونات واوي وخايفة انا بأكد وبقول لكم الموضوع ده ما يمسش التليفونات الموجودة حاليا تليفوناتكو خليها معاكو محدش يبقى تليفونه استمتعه الموبايل اللي هيجيب موبايل واوي جديد موجود في السوق موجود تم الاعلان عنه موجود لكن لو ما تمش الاعلان عنه لسه ده لسه هنشوف ده ما صاره ايه من هنا لحد يوم تسعتاشر هيتأكد اما لو موبايل تم الاعلان عنه وخلاص المفروض ان هو موجود في السوق اشتريه ما فيش اي مشكلة لان شركة واوي نزيل التصريح الرسمي قالت ان هي بتدعم الموبايلات بتاعتها وان هي هتبعت التحديثات في اسرع وقت ممكن وان هي دايما هتمدي الناس بالامان والتحديثات الجديدة. طيب فيه ناس ممكن تسأل وتقول طب بالنسبة لشركة اونر. انا معي موبايل اونر هنا موقف شركة اونر. يا للاسف شركة اونر لو فعلا هي لسه تحت طائلة واوي يعني هي لسه بتخص واوي. فهي هيطبع عليها نفس اللي تطبع على شركة واوي. اللي يخص شركة واوي فهو يخصها بالزبط. اما لو فعلا شركة اونر انفصلت عن شركة واوي بالفعل. فهنا الموضوع ما لوش اي علاقة بشركة اونر. شركة اونر هتبقى شركة منفصل عادي جدا. وما فاش اي مشاكل. بس اقدر حاجة مخلياني متأكد ان شركة اونر تبع شركة واوي وان هي هيطبع عليها نفس اللي تطبع على الواوي. وان شركة اونر لاخر الوقت كانت الاجهزة بتاعتها بتنزل اندرويد عادي جدا. وعليل واجهة بتاعت الواوي اللي هي كانت واجهة واوي بتنزل عندهم. فايا دي حاجة تخلينا قلة. واقول ان شركة اونر ممكن تكون وععة في نفس المشكلة مع شركة واوي. فاتمنى ان الموضوع يتحل. اتمنى ان المواضيع ما تتعقدش اكتر من كده وان الموضوع ده يتحل قريب جدا لان الموضوع كله مش شامل اجهزة موبايل وخلاص. لا ده شركة واوي كده مهددة كليا. لان شركة واوي المفروض ان هي بتعمل لبات في حاجة بتعملها زي والانواع اللبات بتاعت فدي مشكلة. المفروض ان شركة واوي بتعتمد في اللبات بتاعتها على بروسسورات انتل. وانتل هي شركة امريكية. فاصبح ان كمان شركة واو مهددة للمعالج البروسسور اللي بيجي لها من شركة انتل. وبتاخده تحطه في اللبات بتاعتها كده كمان ما فيش تعامل. فالموضوع ده هيتلغي. وكمان المفروض ان شركة واوي لها تعامل مع شركة زي بتاعة الكاميرات اللي بتعمل الكاميرات في الموبايل. ده كمان بالنسبة لها ممكن يبقى كارثة. لان كده هيتمنع برضو بتعامل ما بين واوي وباللايكة. فاتمنى ان الموضوع كله يتحلل لان في كلتا الاحوال واوي مضرورة ضرر كبير. حتى لو ايه المفروض ان شركة واوي في الموبايلات بتاعتها بتعمل الموبايل كله وبتصنع الموبايل كله. وده فعلا حقيقي من معالج لكل حاجة داخل الموبايل واوي بتعملها. واوي كمان بتبدأ ان هي تعمل المدمز الجديدة اللي نزلة في السوق. بس هنا في مشكلة. نفسه هو اللي هيعمل مشكلة. ففي كلتا الاحوال واوي هتعاني في مشكلة بسبب الكاميرات اللي بتتعمل من خلال شركة وهنا مهددة مهددة من شركة بسبب اللبات اللي هي بتستخدمها وان هي بتاعتمد على معالجات كمان مهددة من جوجل بسبب والدعم والخدمات بتاعت جوجل اللي احنا كاشخاص محتاجينها. فالافضل لشركة واوي حاليا ان الموضوع ده يتلم وان المشكلة دي تتحل عشان كده يعني شركة واوي احتمال تخش في انهيار كبير. طيب فيه ممكن تسألني وتقولي طب ايه المشكلة ما شركة واوي ممكن تعمل النظام بتاعها وعادي جدا ما فيوش اي مشكلة واحنا نتفعل ونتعمل مع النظام. المشكلة مش في النظام. المشكلة في الدعم اللي بيجي للنظام المطورين. المعروف ان اكتر النظامين تشغيل مشهورين في العالم والاندرويد والايو اس. والنظامين دول دايما المطورين بيشتغلوا عليهم عشان يوفروا لهم برامج زي المسنجر والفيسبوك واي اي بتجي من خلال المطورين اللي بتشتغل على البرامج دي عشان تتوفر للنظام ده والنظام ده. طب نفترض ان نظام صين ونظام صاد الموجودين دول دخلت واوي فيهم بنظام اسم معين مسلا. وبدأت ان هي تعمل نظام فعلا زي ما بتقول والنظام ده نزل على الموبايلات. المشكلة كلها في المطورين الوقت. المطورين دول لو واوي قدرت ان هي فعلا تخلي المطورين دول يشتغلوا النظام بتاعها ويعملوا له البرامج خير وبركة وموضوع كده تمام. والموضوع ده ينتشر وان شاء الله هيسمع. اما لو شركة واوي ما ادرتش زي ميكروسوفت زي ان هي تخلي المطورين دول يعملوا لها برامج فدي مشكلة بقى. وان البرامج كلها اللي احنا بنستخدمها مش هيبقى فيه ليه. مش هيبقى فيه دعم ليه. فيه برامج مش هتشتغل مع النظام. يعني الناس اللي بتفكر في اللي بينزله والالعاب دي كلها من على وبيعتمد اعتماد كله على وفن الاندرويد هنا هيواجه المشكلة لان ما فيش هواقا نظام اندرويد هيبقى متوفرة في تليفوناتها معادي جدا بس من غير الموضوع هنا كبير جدا الموضوع مسهل. اتمنى ان الموضوع ده يتحل قريب. ولو في اي تطورات او اي حاجات جديدة طبعا اكيد هطلع واقولها لكم. ياريت تتابعونا على الفيسبوك وعلى الانستجرام هتلاقوا عندكم في القناة الرابط بتاع الفيسبوك ورابط بتاع الانستجرام هتلاقونا بنزل دايما اي تطورات بتحصل جديدة بس كده وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ياريت ما تنسيش تعملوا لايك للفيديو والناس اللي لسه ما عملتش اشتراك في القناة ياريت تعمل اشتراك في القناة واتفعل زرار الجرس عشان يوصلكوا كل جديد اشوفكم الفيديو الجاي سلام.